سين ما معنى العبادة وما مفهوم العبودية في الإسلام جيم عبودية المسلم لله عز وجل هي التي أمر بها سبحانه في كتابه وأرسل رسله لأجلها قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والعبودية في اللغة مأخوذة من التعبيد يقال عبدت الطريق أي ذللته وسهلته ولذا كان للعبودية معنيان عام وخاص فإن أريد المعبد أي المذلل والمسخر فهو المعنى العام ويدخل فيه جميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي من عاقل وغيره ومن رطب ويابس ومتحرك وساكن ومؤمن وكافر وبر وفاجر فالكل مخلوق لله عز وجل مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره ولكل منهم حد يقف عنده وإن أريد بالعبودية عبادة الله وطاعة أوامره كان ذلك مخصوصا بالمؤمنين دون الكافرين لأن المؤمنين هم عباد الله حقا الذين أفردوه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ولم يشركوا به شيئا أما العبادة التي أمر الله بها فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك فيدخل في هذا التعريف الشهادتان والصلاة والحج والصيام والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله والملائكة والرسل واليوم الآخر وقوام هذه العبادة الإخلاص بأن يكون قصد العابد وجه الله عز وجل والدار الآخرة قال تعالى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى فلابد من الإخلاص ثم لابد من الصدق بأن يبدل المؤمن جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه والاستعداد للقاء الله تعالى وترك العجز والكسل وإمساك النفس عن الهوى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثم لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيعبد العابد ربه بوفق ما شرعه تعالى لا بحسب ما يهوى المخلوق ويبتدع والعبودية لله تتضمن المحبة والخوف والرجاء فالعبد يحب ربه ويخاف عقابه ويرجو رحمته وثوابه والله أعلم موسيقى موسيقى